مبارح في برنامج المشهد كنا بنتكلم عن دور الرياضة لا سيما كرة القدم باعتبارها أصبحت أحد أهم روافد القوة الناعمة الحقيقة أنه روافد القوة الناعمة وأنا بتكلم دلوقتي عن مصر لا تنتهي ولا تنضب أبدا فحتى وإن كانت الرياضة وإن كانت كرة القدم بحاجة إلى إعادة تأهيل في كل عناصر اللعبة في الاتحادات وما شابه فأنت أمام ملفات عديدة جدا كتيرة جدا تقدر تتكلم فيها بكل فخر أنت مثلا لو بتتكلم عن الموسيقى ولو تركت الجدل المصار حوالين الأشكال الموسيقية الجديدة وإن كانت في حد ذاتها دليل على حيوية وتنوع الموسيقى أنا بتكلم عن الأشكال الموسيقية الجديدة لكن في أوقات كتيرة وفي مناسبات متفرقة هتلاقي أنه في موسيقى جادة وموسيقى حقيقية بتقدم من يوين ثلاثة كنت في حفل في دار الأوبرا المصرية الحفل كان بمناسبة ذكرى فريد الأطرش وفايزة أحمد وبالمناسبة الاسمين دولا لوحدهم فريد وفايزة فيهم اللي يخليك تتأكد من رصيد مصر مع الفن لأنه فريد الأطرش وفايزة أحمد من سوريا وفنهم يعني ملقاش ساحة وملقاش مساحة للانتشار إلا من القاهرة وتقدر بقى تعد عشرات الأصوات الأخرى المهم أنه هذا الحفل اللي أنا حضرته يوم من كم يوم يعني كان بيقوده المايسترو صلاح غباشي وكان فيه أصوات كتير كلها من الشباب كل صوت فيهم له ملمع خاصه له تفرد صوت واسق من نفسه يعني فيه المطربة آية عبدالله عملت أغنية أو قدت أغنية لأسمهان ليالي الأنس في فيننا بشكل رائع ده كله يخليك تتأكد من أنه مصر بفنها بخير إحنا بس اللي محتاجين نروج للموضوعات دي بشكل مختلف محتاجين نراجع نفسنا في اللي بنسلط عليه الضوء وزي ما المايسترو صلاح غباشي فيه أسماء كتير جدا في دار الأوبرا المصرية منهم المايسترو ناير ناجي جورج أولتا نادر عباسي وغيرهم وبخصوص المايسترو نادر عباسي أنا بس عاوز حضراتكم تشوفوا لما عمل موكب المميوات وطريق الكباش وشوف لما كانت أميرة سليم كانت بتغني باللغة المصرية الأديمة وشوف إزاي الناس كانت بتغني وبتطرب بهذه المقطوعة الساحرة التي لا يمل منها رغم أنه الناس مش عارفة اللغة المصرية الأديمة نادر عباسي نفسه كان في جامعة القاهرة تقريبا يوم الاثنين يوم الاثنين اللي فات بيقدم واحدة من أروح حفلاته على مصر الجامعة احتفالا بعيد العلم والحقيقة الحفل والحضور والتنظيم كان مبهر ومبهج لكن هل حد صلت عليه ضوء بالشكل الكافي المطلوب؟ للأسف لا بالمناسبة جامعة القاهرة في حد ذاتها هي واحدة من أهم قلاع القوة النعمة في مصر ويمكن في العالم العربي الجامعة اللي بيمر النهاردة النهاردة بيمر على تأسيسها 114 سنة الجامعة اللي بتعتبر أول جامعة عربية طبعا لو استثنينها جامعة الأزهر وجامعة القروين في المغرب لكن كجامعة بالمفهوم الجامعة المتفق عليه حاليا فهي بالتأكيد جامعة القاهرة الجامعة وهي تحتفل بعيد العلم وتشوف الأسماء المكرمة تحس فعلا أنه هذا المكان له خصوصية شديدة وطول عمرها جامعة القاهرة كانت تقدم نمازج عظيمة في كل المجالات بالمناسبة مش بس يعني من ضمن خرجيها مصريين انت هتلاقي من خرجيين الجامعة مشهير عديدين من العرب وقادة سياسيين زي ياسر عرفات وزي صدام حسين ووزراء في كل البلدان العربية بالمناسبة حتى عمدة مدينة توكيو باليابان اسمها يوريكو كويكي أيضا خرجت الجامعة وكانت وزير الدفاع قبل كده تخرجت في جامعة القاهرة طبعا ده غير العلماء غير الأدباء غير المفكرين طه حسين نجيب محفوظ مجدي عقوب مصطفى مشرفة يوسف إدريس وغيرهم كتير جدا بالمناسبة عيد العلم اللي كان بيتم الاحتفال به من يومين تقدر تشوفه وتشوف كمان فيديو لنفس المناسبة سنة ستين وتشوف مين اللي كان قاعد في المدرجات في القاعة وبيكرم هتلاقي أم كلسوم هتلاقي عبدالوهاب هتلاقي يوسف وهبي هتلاقي عبدالحليم حافظ وطبعا غير علماء ومفكرين ومثقفين وغيرهم وبإذن الله هتفضل جامعة القاهرة واحدة من أهم المنارات الثقافية في العالم وأحد أهم مراكز القوى النعمة لمصر